من آثار هذا المضمون التي تظهر في عالمنا الترابي ما جاء في حديث عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثانية والستين بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن أبي جميلة عن رفاعة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها من جهة التقدير مر علينا في الحلقة الماضية من أن السنة المهدوية من أن السنة المعصومية تبدأ من أول شهر رمضان وليلة القدر هي قلب الشهر الأول من السنة المهدوية لكنها بلحاظ التقدير فهي أول السنة وهي آخرها هي آخر السنة الماضية وهي أول السنة الآتية هذا هو المراد الكلام هنا بلحاظ التقدير أما البداية التاريخية للسنة المهدوية مراد من السنة المهدوية لا أتحدث عن سنة في زمان الظهور وإنما عن السنة المهدوية لإمام زماننا منذ أول يوم من أيام إمامته وهذا الأمر مع كل إمام من أئمتنا في أيام إمامتهم الفعلية فإن السنة في تقويمهم الخاص بهم تبدأ من أول شهر رمضان هناك أمور خاصة بالمعصوم لا يعني أن الشيعة لا صلة لهم بها أضرب لكم مثالا تقريبيا إمامنا الصادق مثلا كنيته المشهورة أبو عبد الله هذه كنية عامة كنية إمامنا الصادق التي يحبها ويريدها وهي الكنية الخاصة به كنيته أبو موسى المعصوم يكن بإسم بإسم ولده المعصوم هذه الكنية الخاصة بإمامنا الصادق فإمامنا الصادق كنيته الخاصة أبو موسى لأن الإمام المعصوم الذي هو ولده من بعده هو موسى موسى الكاظم صلوات الله عليه وهذا الأمر يجري مع سائر أئمتنا أما كنيته أبو عبد الله فهي كنية عامة السنة التي يبدأون بها بشهر ربيع الأول هذه سنة عامة وإن حرفت وصارت البداية من شهر محرم فهذه سنة عامة السنة الخاصة لهم تبدأ من أول شهر رمضان وليلة القدر قلب شهر رمضان من جهة التقدير فإن ليلة القدر هي أول السنة وآخر السنة آخر السنة التي مضت وهي أول السنة التي تأتي لماذا؟ لأن لليلة القدر قيومية على سائر الليالي ومن هنا عبر عنها من أنها قلب شهر رمضان فمثلما لشهر رمضان قيومية على سائر الشهور فكذلك لليلة القدر قيومية على سائر الليالي رواية أخرى تشرح المعنى بنحو أوضح إنه الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ليلة في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان التقدير في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان التقدير وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء والقضاء أعلى من التقدير وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها إلى مثلها إلى ليلة القدر القادمة لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه إذا أراد الله أن يغير حتى ما أبرم من العمر فإن الله يغيره لأن الإبرام يأتي من قبل الملائكة العاملين من قبل الملائكة المشرفين الذين يشرفون على تدبير الكون وإدارته ونحن عندنا في أحاديثنا من أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرام الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرام هكذا علمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرأ الرواية كي تشخص أن ليلة القدر أتحدث عن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان لها قيومية لأنها من تجليات القيمة الكبرى الإمام الصادق يقول في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان التقدير تقدير الأمور وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها إلى ليلة القدر القادمة لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه هذا الأمر خاضع لقانون البداء القانون الأعلى ليس هناك أعلى من قانون البداء إلا ولاية المعصوم وذل كل شيء لكم قانون البداء شيء من الأشياء التي ذلت لولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن الأفق السادس من آفاق ليلة القدر هي ليلة السر سر الله سر الله فاطمة صلوات الله عليها هي سر الله ولذا فطمت الخلائق عن معرفتها قطعت لأنها سر الله بيت جميل في منظومة الأنوار القدسية لأحد مراجع الشيعة الكبار محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكمباني وإن كان الرجل يتأذى من هذا النسب لا يحب أن يقال عنه الكمباني على أي حان بيت جميل جدا فيه إشارة لهذا المضمون الذي أتحدث عن حجابها يتحدث عن فاطمة حجابها حجاب فاطمة حجابها مثل حجاب الباري إنها سر الله حجابها حجابها مثل حجاب الباري بارقة تذهب بالأبصار بيت بيت جميل جدا فهذه الليلة هي ليلة السر إنه سر الله حجابها مثل حجاب الباري بارقة تذهب بالأبصار كما قال إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير فرات الكوفي الليلة فاطمة والقدر هو الله وهذا هو الذي عبر عنه في سورة البينة حينما انتقل الحديث إلى الدين إلى التشريع الذي هو انعكاس عن التكوين الذي كنت أحدثكم بخصوصه قبل قليل في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذا هو دين الله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذا هو دين الله حنفاء حنفاء مستقيمين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إنها فاطمة صلوات الله عليها هذا هو ديننا على الأقل هذا هو ديني الذي أعتقد به له شأن لبكم تريدون أن تتخذوه دين هذا أمر راجع إليكم لكم دينكم وليدين إمامنا الباقر يقول القيمة فاطمة وهل هناك سواها وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة دين القيمة العبارة مؤنثة إنها فاطمة وذلك دين القيمة فهل يعبر عن رسول الله بأنه قيمة أم بأنه قيم وذلك دين القيمة فاطمة القيمة على الدين والدنيا القيمة على الدين وأهله وما الروح الذي يتنزل مع الملائكة في ليلة القدر وهو أعظم من الملائكة أعظم من جبرئيل وميكائيل ومن سائر الملائكة العظام إلا مجلا من مجال فاطمة مثل ما جاء في الرواية عن الصادق والروح القدس فاطمة فاطمة صلوات الله عليه مجلا من مجاليها الروح هنا يمثل مقام القيمة فهي قيمة في الملأ الأعلى وقيمة في الملأ الأسفل هنا الآية تتحدث عن قيميتها في الملأ الأسفل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة هذا يذكرني بحديث المعرفة بالنورانية أقرأ عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في أول صفحة من الجزء يبدأ حديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية هناك من يقرأها هكذا بالنورانية نحن لا نتحدث هنا عن المعرفة النورانية وإنما نتحدث عن الوسيلة لتحصيل المعرفة النورانية هذا حديث المعرفة بالنورانية هذه الباء باء الواسطة نحصل المعرفة النورانية بالطريقة النورانية هذا هو المراد المعرفة نورانية والوسيلة نورانية حديث المعرفة بالنورانية شرحت هذا وفصلت الكلام فيه يمكنكم أن تعود إلى برامج السابقة أمير المؤمنين يقول لسلمان للمحمدي ولأبي ذر للصادق لأصدق ذي لهجة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية بالوسيلة النورانية إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب مراجعكم في النجف وكربلاء طرّا طرّا ينكرون هذا الحديث ويضعفون هذا الحديث فاعرفوا حقيقة حالهم وعرفوا سخافة تفكيرهم وعرفوا جهالتهم وعرفوا ضلال عقائدهم ولذا هم في حالة شك وارتياب في دينهم على طول الخط صدقوني هذا هو حالهم أنا لا أفتري عليهم هذا هو حالهم فأنا أعرف أحوالهم وأعرف ما يدور في كواليسهم وما يجري في دهاليسهم والحكايات كثيرة عندي بهذا الشأن لكنني أعود إلى الحديث أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذار إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب يا سلمان ويا جندب جندب هو اسم أبي ذار أبو ذار كنيته ولده كان اسمه ذار هو جندب تقرأ جندب وتقرأ جندب والقراءتان صحيحتان يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية هذه قاعدة ثبتها على الورق وثبتها في عقولكم وقلوبكم قاعدة واضحة معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وما هي يا أمير المؤمنين وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم هذه هي المعرفة بالنورانية وذلك دين القيم إنه الدين الزهرائي الأصيل هذه هي المعرفة بالنورانية معرفة علي بالنورانية هي معرفة الله ومعرفة الله عز وجل هي معرفة علي بالنورانية وهو الدين الخالص ما هو هذا الدين الخالص وذلك دين القيم القرآن في سورة الإسراء يشير إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي إلى أين إلى أين يهدي يهدي للتي هي أقوام ما قال يهدي للذي هو أقوام إنها القيمة إنها القيمة وذلك دين القيمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام إنها فاطمة هل هناك أقوام من فاطمة لا يهجد أقوام من فاطمة ولذا ولذا جعلها الله ميزانا مستقيما يرضى لرضاها ويغضب لغضبها هذه هي فاطمة هذه قيمة الدين والتي ليلتها ليلة القدر قيمة الليالي هي أول السنة وآخرها التقدير في ليلة التاسع عشر والقضاء في ليلة الحادي والعشرين والإبرام عند الليلة القيمة في ليلة الثالث والعشرين فليلة القدر هذه آثار مقام القيمة في الملأ الأعلى آثارها في عالم التراب أن الليلة التي تشير إليها أن الليلة التي هي رمز لفاطمة صلوات الله عليها هي الليلة القيمة وفاطمة هي القيمة وهذا القرآن يهدي للحقيقة الأقوى إلى الميزان المستقيم إلى الميزان الذي يوزن من خلاله رضا الله ويوزن من خلاله غضب الله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها حينما أبدأ حديثي يا زهراء لأنني أريد أن أزن الحديث بالميزان المستقيم حينما أبدأ كل شأن من شؤون حياتي التي أراها مهمة بيا زهراء لأنني أريد أن أزنها بالقصطاس المستقيم بالميزان المستقيم الذي هو ميزانه جل وعلا شأنه فاطمة هي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صلوات الله وسلامه عليها هذا هو القرآن الذي يتنزل في ليلة القدر المعاني مترابطة قلت لكم هذا الكون بني على تعدد المظاهر هذه المظاهر يرتبط بعضها بالبعض الآخر ومن هنا فإن التشريع ما هو بتنظيم حزبي حتى يأتي من يأتي من النسيئيين يريد يريد أن يجعل الدين كتنظيم تقوم به دائرة البلدية حينما يتحدث النسيئيون عن التقويم القمري وعن التقويم الشمسي وكأنهم موظفون في دائرة البلدية يريدون أن ينظموا الحياة اليومية للناس خذوا التقويم الشمسية ونظموا حياتكم به كما تشاءون لكن التقويم القمرية هذا أمر يرتبط بشأن الغيب وشأن الدين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وهذا القرآن المرتبط بليلة القدر مثل ما قال إمامنا الصادق من أن ليلة القدر إذا رفعت رفع هذا القرآن هذا القرآن في سورة الكهف في الآية الثانية بعد البسملة في الآية الأولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا فهذا الكتاب ما هو بكتاب معواج إنه كتاب مستقيم ثم ثم تأتي الآية الثانية بعد البسملة قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هذا المضمون هو هو في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء تعالوا كي نقرأ الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وماذا يفعل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فإذا مهتدينا إلى التي هي أقوى يبشرنا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هنا في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فإن الحديث عن الكتاب قيما لزال الحديث عن الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الكتاب كتاب قيم فماذا يفعل هذا الكتاب لينذر بأسا شديدا من لدن من لدن الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا إلى آخر الآيات الكتاب هنا ينذر ويبشر في هذه الآيات وهو الكتاب القيم المتنزل في ليلة الخدر لكن في سورة الإسراء لأن الكتاب يتحدث عن فاطمة فليس هناك من إنذار إنها بشرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى إلى فاطمة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يبشر المؤمنين الذين اهتدوا إلى الحقيقة التي هي أقوى قد تجدون في الروايات المفسرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي إلى الإمام وفاطمة إمام الأئمة فاطمة إمام الأئمة فالآية لها أهفاق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي إلى التي نسب إليها الدين إلى القيمة وذلك دين القيم وهذه البشرى هي التي نجدها أيضا في سورة الشورى في سورة الشورى في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه البشرى ترتبط بماذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب العنوان الأول لهذه المودة فاطمة ولذا في حديث الكساء حين سأل جبرائيل سأل الله عن الذين هم تحت الكساء ماذا أجابه الله قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها العنوان الأول للمودة فاطمة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة من يقترف حسنة إنه الذي يزداد عشقا وتسليما ومعرفة لهم لفاطمة وآل فاطمة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسن إن الله غفور شكور هناك بشرى في كل موطن تكون الإشارة فيه إلى فاطمة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب هذا في سورة الشورى وفي سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام هي أقوام وماذا في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وسلام هي بشرة سلام هي حتى مطلع الفجر وهنا الكتاب القيم قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه أولئك الذين يكونون في جهة غضب فاطمة أما الذين يكونون في جهة رضا فاطمة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماذا نقرأ في حديثي المعرفة بالنوراني قرأنا وهو الدين الخالص وذلك دين القيم ونقرأ أيضا في الصفحة الثالثة من الجزء نفسه من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار من الحديث نفسه من الحديث الشريف من حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين يقول وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فاطمة هي روح محمد التي بين جنبي وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد يمكننا أن نقول تعويضا بنفس المعنى بنفس الدلالة وأولنا علي وأوسطنا علي وآخرنا علي وبنفس الدلالة أيضا نقول وأولنا فاطمة وأوسطنا فاطمة وآخرنا فاطمة يستمر الأمير في كلامه فمن استكمل معرفتي فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيم هذا كلام أمير المؤمنين زبدة القول هذا وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيم دين القيم فاطمة وليلة القدر هي الليلة القيمة على سائر الليالي لأنها تشير إلى فاطمة لأنها من رموز فاطمة في عالم الترابي ماذا نقرأ في سورة الروم في سورة الروم في الآية الثلاثين من سورة الروم في الآية الثلاثين بعد البسملة فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها مر علينا في سورة البينة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء جمع لحنيف فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذه الفطرة هي من تجليات اسم الفاطر وفاطمة مشتقة من الفاطر الروايات هكذا تقول نحن لا نتحدث عن اللغة هنا الكلام ليس عن اشتقاق لغوي نحن لا نعبأ باللغة وإنما نعبأ بمعاريض كلامه اللغة نعبأ بها حينما يريدون منا أن نعبأ بها فهو الفاطر واشق لها اسما من الفاطر وسماها فاطمة الحديث ليس عن اشتقاق لغوي هذا اشتقاق إلهي هذا اشتقاق سبحاني فاطمة مركز سر الله نحن نعبأ باللغة إذا كانوا يريدون مننا أن نعبأ بها أما إذا حدثونا بمعاريض كلامهم فلا نعبأ باللغة وما قيمتها القيمة قيمة المعاريض ولن نصبح فقهاء حتى نعرف معارض كلامهم هم هكذا علمونا وهكذا أدبونا وهكذا عرفونا وهكذا أخبرونا صلوات الله عليهم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فالفطرة من مجال فاطمة أيضا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يتمسكون بلغة بدوية لا تكشف عن الحقائق إلا بحدود نزرة يسيرة ويتركون حقائق القرآن وحقائق معارف العترة الطاهرة لأنهم يتعاملون مع كل ذلك بالقذارة التي جاءونا بها من نواصب سقيفة بن ساعد تحت عنوان علم الرجال تحت عنوان علم الحديث تحت عنوان علوم القرآن تحت عنوان القواعد الفقهية تحت عنوان علم الأصول تحت عنوان علم الكلام إلى قائمة طويلة من القذارات والجهالات والسفاهات أتحدث عن حوزة الطوسيين إنها الحوزة اللعينة البغيضة المشؤومة التي جرت علينا الويلات أتحدث عن ويلات الضلال والجهالة والسفاهة عن ويلات البعد والجفاء وسوء الأدب مع إمام زماننا الحجة بن الحسن بسبب هؤلاء الكذابين الأفاقين السفاهاء الذين يقولون لنا من أنهم نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه الذين قبلهم كذبوا عليهم وهم كذبوا على أنفسهم ويكذبون على الذين معهم ولا زالوا يكذبون جميعا على الشيعة ويتخذون من الشيعة حميران أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لنا أخر بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل أطمئنا تركبهم يعني باش اشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلاق أتحفل خمسة قال يليم استعجب مش دارها قلنا تركب يعني خياغة أهميش إنه كما تقول خلاقا أهميش جميع تبقى لهم كان حالة تبقش ديخ تعربي قش والنس عبارة كنا على ثق وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسماء عرضها قال تركب مثل ما تركب نعم وغير ديخ لا مو عن بجمالي هذا واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة أولئك السفهاء شوه الفطرة الفاطمية الشيعية بقذاراتهم منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الدين القيم له قيمة بسبب هذه القيمة صار صار الدين قيمة في سورة نفسها نقرأ في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون في الآيات التي بعدها من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إشارة واضحة للتمهيد إنه التمهيد لما تريده فاطمة ففاطمة هي القيمة على الدين وإمامنا الحجة بن الحسن هو القائم على الدين هذا الدين له قيمة وقائم وذلك دين القيمة وإنما يصبح الدين قيما بقائم وقيمة فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين هذا التمهيد يكون في الدنيا كي يكون تمهيدا لما بعد الدنيا نمهد في الدنيا لما بعد الدنيا هذه المضامين وردت في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة أنا لا أحدثكم من بناة أفكاري كلام أمير المؤمنين واضح جدا في حديث المعرفة بالنورانية وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيم المضامين تترابط بشكل عجيب إنه نسيج إلهي عجيب تنسجم المعاني إنسجاما واضحا إنه بناء مرصوص من حقائق الكتاب ومعارف أحاديث العترة الطاهرة هذا سيأخذني سيأخذني إلى المعاني المتدلية والمتدنية من هذه الحقائق في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض هذه السنة التي في أصلها هي ثلاثمائة وستون يوما فحجر منها ستة أيام لخلق السماوات والأرضين فماذا بقي منها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما إنها السنة القمرية وهذه الأشهر الاثنى عشر هي الأشهر القمرية إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الأشهر الأربعة الحرم ليس من أشهر السنة الشمسية وإن كانت السنة الشمسية سنة إلهية ثم ماذا قال القرآن ذلك الدين القيم لأن لأن سيدة أشهرها شهر رمضان وسيدة شهر رمضان ليلة القدر وليلة القدر رمز لفاطمة فاطمة هي القيمة في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل وليلتها في عالمنا التراب وفي السنة القمرية هي القيمة على الليالي خير من ألف شهر وهي سلام هي بشرة هي نور سلام هي حتى مطلع الفجر في أحاديثهم مطلع الفجر إنه ظهور القائم هناك ارتباط بين القيمة والقائم في كل المقامات وفي جميع الاتجاهات سلام هي 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 التي يهدي إليها القرآن فإن القرآن هذا مثل ما قرأنا في سورة الإسراء يهدي للتي هي أقوام هي أقوام إنها صاحبة الدين هي 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 وذلك دين القيمة هي هي القيمة بعينها وهذا هو دينها إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم هذه شؤون الدين القيم نعود إلى كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة نذهب إلى فاصل